أغلب العالم حالياً بيتابع الأزمة اللي بتحصل في ولاية تاكسس الأمريكية واللي تحولت تقريباً للترند عالمي ولو مش عارف التفاصيل خليني أقولك إيه هي المشكلة المشكلة كلها بدأت لما قررت ولاية تاكسس تبني سياك حدودي وتحط سلك شائك يفصلها عن المكسيك لمنع الهجرة الغير الشرعية للبلاد ولكن إدارة الرئيس بايدن رفضت القرار ده وده طبعاً عمل حالة كبيرة من الغضب عند سكان الولاية وخلت حاكم الولاية يعلن أنه مستمر في قرار بناء السياج الحدودي المشكلة موقفتش لحد هنا لأن المحكمة العالية في أمريكا أصدرت قرار بإزالة السياج وبناء عليه قرر الرئيس بايدن إرسال قوات جيش فدرالية لتنفيذ القرار وده اللي زود الأزمة أكبر لأنه سكان الولاية طلبوا بإعلان استقلال عن أمريكا وأعلنت عشر ولايات تانية الانضمام ليهم وإرسال قوات من الحرس الوطني الخاصة بهم لحماية ولاية تاكسس وده اللي خلى كثير من الخبراء يتوقعوا أن ده لها حرب أهلية في حالة استمرار الصراع ومن المعروف أن سكان ولاية تاكسس واللي بتعد أقوى ولاية من الناحية الاقتصادية في أمريكا طلبوا أكتر من مرة بالانفصال عن أمريكا وتأسيس دولة مستقلة بهم ترجمة نانسي قنقر